نحن نتكلم الآن عن البربر أولاً كلمة بربر ما هيش كلمة ما هيش لاتينية علش عمل تجديد النظر في علم الشتقاء لأنه كان يقولون كل شي قلنا في الثانوية الفرنسوية قمس ساعات في الأسبوع يقولون بعد أن نبحث وش معنى بربر نروح هيرودوت رضي الله عنه هو من البربر يقول كلمة بربر ما هيش يونانية كلمة مصرية تطلق على من ليس بمصري وهي يقولك آرامية بربر وهي عربية بر بمعنى بن العربية القديمة موجودة في العبري بار ليفي بار نابي بار بر أفراني 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 فوراني اشتقت منها الإنجليزية فوراني أفراني إذن هذو بربر أفراني ميتو سيميتي كن عام بباتع مازير ما تشي مازير طرى الرجل الضعيف فتصدريه وفي أثوابه أسد مازير نارغاز يكتوى ليضا وليسا رمليح بس حموة قلداتة فتلقى راجل مازير وليس مازير ولا مازير مازير طرى الرجل قلت بأنه كل اللغات اسمح لي إذن السام جد العرب نوح علمهم لغة وحدة نعم لقبايل لقبايل بربر وكل هذا حام ذرية حام انت احنا أخوها تعلمنا لغة وحدة من نوح نعم انت والدك تعلم اللغة اللي تعلمتها نفس اللغة والدك وولادي كان عاد رهوا تعلموا اللغة لما نقوله الآن كلمات البربرية مشتركة بالعربية ما تشيخذوش ماخذوش من العربية الإرث والمشترك نوح هو علمهم لغة وحدة نعم فليهذا هذا الذي يفسر وجود مئات الكلمات العربية المهملة عند العرب والمستعملة عندنا لأنك لا تقتبسوا كلمات مهملة على سبيل المثال الحيف مثلا الحيف لا في زمان فرنسا اللي اسموه شوش تعلمنا فرنسا جاد عربية خمسين ستين كلمة ما روح نوش متعلمنش كل ما من القاموس الفرنساوي نقضها أنت لعم ما ترحش القاموس العربي صاب يا صوبو أنصب يا أنصب هذه في القواموس العربي اخذيناها من القواموس بالجدود نفس الطراث الارثي تعلق ورثنا لغة واحدة ورثناها بالسماعة بالسماعة من الجزائر جزائر مش هي جزائر غروك حاجة جزائر فرنسا اللي عملت لها الحدود نفسه نعم وحنا في ذلك الوقت البلاد هذه كان يسمونه المغرب الأوسط نعم كما بعد تروح الشرق الأدنى شرق الأوسط شرق الأقصى المغرب الأوسط سانتو كريستان في القرن الرابع من الجزائر في بلاد الجزائر يقول سألتو أهل الريف أهل الأرياف ما تشي تعنبا يعني ما وش المدينة ما وش المدينة رستيك كلمة فارسية رستائي من أنتم كيسوانت من أنتم أجاب الفينقيون نحن كنعانيون هذا أكبر شاهد أكبر تعريف ذاتي للهوية تعنا في القرن الرابع ما كان لا إسلام لا العرب ولا شي ها واش راح يقول لك فونيسي هلون هالي بون بون فرنسويات إيبون إيبون لاتنيات فينيقي نعم ما هي الفينيقية هي الأبجد الأبجد سماها اليونانيون الفينيقية الفينيسيين وبعد أصبحت بونيك هكذا إيبون منه بون وعندك البقري تعالى العرب يقول لك البوني البوني الفينيقي فن فقشيشتاقي تحذيق تفنيق هوركولة فنق كلمة عربية فينيقية يسمي بربرية كيف يقولون فمت فينيقية نحن فينيقيون هؤلاء في القديم كين كنتوا بالمصريين الفينيقيين طيب اسمح لي إذن هذا هذا الذي الأسماء تحم لسرسان لسرزان كان كثير أسماء يقول كان دخولنا عند الزوالي القسطنطينية العظمى وقد ضربت نواقسهم حتى ارتجت الآفاق لاختلاط أصواتها والما وصلنا الباب الأول من أبواب قصر الملك وجدنا بها مئة رجلين معاهم قائد لهم فقد كانتهم وسمعتهم يقولوا سراكنو سراكنو لسرزان 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 كان يقول سرسان سرسان سراكنو ومعناه المسلمون ومعناه المسلمون ومنعونا من الدخول فقال لهم أصحاب الخاتون هؤلاء من جهتنا فقالوا لا يدخلونا إلا بإذن رحلة ابن بطوطة نعم أستاذ ابن عيسى أنا بقال